اشتركوا في القناة من القرار رقم 25 لسنة 2012 بضوابط التصرفات المالية للوزارات والجهات الحكومية النص الآتي يحضر على جميع الوزارات والجهات الحكومية قبول المنح أو التبرعات أو الهبات النقدية أو العينية من داخل المملكة أو خارجها ولأي غرض كان التي تقل قيمتها عن 20 ألف دينار بحريني إلا بموافقة الوزير أو رئيس الجهة الحكومية المعنية ويجب الحصول على موافقة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي متى بلغت قيمة المنح أو التبرع أو الهبات المبلغ المذكور بالفقرة السابقة وبحد أقصى 500 ألف دينار بحريني وذلك بعد التنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية بحسب مصدر المنح أو التبرع أو الهبات كما يجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء بشأن المنح والتبرعات والهبات التي تتجاوز قيمتها 500 ألف دينار بحريني وذلك كله بمراعاة القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في شأن تحديد السلطات التي تجب موافقتها على قبول المنح والتبرعات والهبات ترجمة نانسي قنقر